هذا المرسوم كان خالق هو هو اللي على اساسه وعدل مشروع اكتمل نهاره هذا مهم مشروع تغطية مناطق الحدودية هذا المشروع اللي نرجع شوية اللي اللي خلق به بهدي دشنو بخانة الرئيس يوم 28 دجمبر 2023 في كهيدي وكان يسعى التغطية الحدودية بين جاقو الى وولينج هذا المشروع اللي دشن يوم 28 أضنعش 2023 اكتمل تماما يوم 26 يونيو الماضي معناه هذيك 49 موقع 43 موقع للتعطي الشبكة الجيل الرابع مع اتصال الصوتي وست مواقع التخانسميسيون اللي وصلوا خاطي ذاللي موجود على شبكة اللي ياف البصرية وخاطي قلب الشبكة هذه الأمور اكتملت كامل يوم 26 يونيو الماضي كانت المناطق ذي 200 وشير من القرى و200 الف زايدة من المواطنين كلها قاد يرشف تلفونه يتصل وعنده مولي الجيل الرابع هون نختار نشير لعدة مناطق عدد أمور ميزة هذا المشروع مهمة مهمة بمشاريعنا أولا عنه أولا ما تقف بالوقت وهذا توجيه واضح من صاحب الفخامة للمشاريع تعدل ويعدل جدولة الزمنية يكتوفها بالوقت هذا المشروع كان يالتو يوم في يوم 15 يونيو تأخر بهد عشر يوم وفي يوم 26 يونيو تماما النقطة الثانية مهمة أيضا أنه انطلقت فيه المسارات العمل المتوازية ما عدنا نعدل المشروع نفتني وكتمل وتقول ورانا ننسينا عنه منه اللي يعود مشغلو مسار إنجاز هذه 49 موقع تام يسوي المناطق اللي فيها أحيانا كانت مناطق ما يتصل اللي هيكون عن طريق قوارب صغيرة تم مسار ذلي من المواقع عندارت فيه تعزيز لشبكة الليافة الضوئية ودواتها تم مسار قلب الشبكة ودياره بعناصره الأربعة الكبيرة يسوي ذلي يسير شبكة الموبايل يسوي ذلي يسير جانب الطاقة فيه ويسوي ذلي يسير جانب الليافة الضوئية ومايكرو وي فيه تم مسار عنه يختار واحد من المشاغلين الوطني الثلاثة إياك يعود يوم ستة وعشرين فيها تعدى جاهز تم هذا مهم لأنه المشاريع يا الله تعود تراعى فيها القيمة المضافة التي تخلق يا الله تعود تعذل وتنفذ ما هو أنه إياك نعود وعدلنا مشروع إياك نعود القيمة المجورة منه تحصل وعليه للمسارات الأربعة وتواصل العمل فيها أن ينعدنا يوم ستة وعشرين نتكلم عن هذه المواقع كاملة فيها الشبكة المشغلة تم اختياره متل جاهزة ذات ما الذي تم يوم ستة وعشرين يرسال رسائل من طرف متل للناس كاملة عن نراه هو هذا المشروع عاد من طلق وهذا مهم فلسفة إنجاز المشاريع اللي يحضى عليها ويأمر بها صحفة خامة اشتركوا في القناة